كيف نوحد المسلمين ونقضي على الطائفية خطوات عملية لتحقيق الوحدة الإسلامية على مستوى الثقافة والدستور والقوانين والمجتمع إذا أردنا توحيد المجتمعات الإسلامية فعلينا أن نقوم بخطوات عملية من أجل تذويب الرواسب التاريخية وهدم الجدران الطائفية الوهمية وتوحيد القوائد الشعبية وذلك من خلال ما يلي واحد دمج المعاهد الدينية والحوزات العلمية من ناحية البرامج والطلاب والأساتذة وخلق بيئة وحدوية للحوار والمقارنة والتفكير الحر اثنين توحيد زي رجال الدين طبعا لا يوجد في الإسلام رجال دين ولا يوجد زي مخصص لهم ولكن هذا هو الواقع الموجود حاليا الذي يكرز الطائفية هؤلاء يلبسون شكل معين عمائم بشكل معين وهؤلاء بشكل آخر فبالحقيقة التخلص من هذه العمائم الطائفية ضروري جدا لتوحيد الأمة الإسلامية إما بتوحيد زي العلماء أو نزء الصبغة الطائفية عنها وذلك لما لأزياء رجال الدين بين قوسين من دور في تكريس الانكسام الطائفي في ذهن الرأي العام الشعبي ثلاثة الانفتاح الثقافي على الآخر وتوفير الحرية الإعلامية للجميع وعدم فرض الرقابة على أي منتج ثقافي مغاير في الدولة السنية أو الدولة الشعية أربعة الدراسة في الجامعات المختلطة وتبادل الزمالات الدراسية بين المدن والدول المختلفة طائفيا بينما نشاهد الآن في الحقيقة كل مدينة منغلق على نفسها طائفيا ولديها جامعاتها ومعايدها ومدارسها ولا يذهب الطلاب إلى مدن أخرى أو بلاد أخرى خمسة رفع الصبغة الطائفية عن مساجد الله تعالى وجعلها لجميع المسلمين وذلك بأداء الصلاة المشتركة وراء علماء من السنة أو الشيعة واتخاذ قرار شعبي كل إنسان هو يتخذ هذا القرار بصلاة في جميع المساجد دون استثناء ورفض الفتاوى الطائفية الضيقة التي تحرم الصلاة خلف المسلمين من المذاهب الأخرى ستة تجنب السكن في المناطق المنعزلة طائفيا والإصرار على التعايش المشترك في المناطق العامة المختلطة والانفتاح على أبناء الطوائف الأخرى اجتماعيا بإقامة إلاقات حسن جوار وصداقة وتعارف سبعة الزواج المختلط ونبذل فتاوى الضيقة المتعصبة الإنعزالية التي تحرم ذلك الزواج من الآخرين يعني من الطوائف والمذاهب الأخرى ومع الأسف هناك أيضا فتاوى أو مواقف ترفض الزواج حتى من الأحزاب الأخرى في داخل كل طائفة ثمانية الاشتراك في النوادي الرياضية المختلطة وعدم تسجيع النوادي ذات الصبغة الطائفية تسعة الاشتراك في الجمعيات والاتحادات الطلابية والعمالية والنقابات والمنتديات الثقافية الوطنية فوق الطائفية عشرة السياحة والسفر إلى البلاد المختلفة طائفيا والاختلاط بالناس والتعرف على الثقافات الأخرى أحد عشر الانتماء إلى الأحزاب الوطنية وفي الأطر الوطنية بعيدا عن الطائفية أو تشكيل هكذا أحزاب اثنى عشر التعاون الاقتصادي وتشكيل شركات مساهمة وطنية ونزع الصبغة الطائفية عنها وتجنب المقاطعة الاقتصادية الطائفية أو التحقيق عن الهوية الطائفية لأصحابها طبعا هناك مقترحات أخرى ولكن هذه مقترحات عملية كل إنسان يمكن أن يقوم بها وبالتالي يقضي على الروح الطائفية في البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته